ازايكم في الفيديو ده هوريكم ازاي حاولت بلونة الموتور دي لشوايا صغيرة وشكلها مودرن وعملية البلونة دي جيبتها من بتاع روابكيا واشتريتها منه بخمسة وعشرين جنيه والمشروع كله على بعضه ومتخطاش المية وخمسين جنيه لان استخدمت بواقي خامات موجودة عندي الدزاين بتاع الشوايا هيكون عبارة عن اني هقطع جزء العلو من البلونة بحيث يبقى غطى وركب فيه يد واعمل نفس الكلام للجزء اللي تحت والجزء اللي تحت عمل فيه فتحة لتقليب الفحم وركب ثلاث رجول من الخشب والحديد وادهنها في الآخر يسود فبدأت افك المسامير اللي في البلونة وشلت الغطى بتاعها وكان فيه جزء مطاط كده ما عرفش هاي دي البلونة اللي متسمي عليها ولا ايه شلت المسامير في علبة على جنب علشان اللي واحتجتها بعد كده وبدأت اعمل نقط مكان القطع بتاع الغطى وقبت حت السلس تكون بالتاني وعملت خط على طول البلونة وقطعتها بالصاروخ والاطراب بتبقى حدة جدا وممكن تعاون في صنفرتها بالصاروخ والحديد كان مصدي من جهة فركبت السوانة في روشة سلك وشلت الصدق اللي جواي وحاولت اعمل نفس الكلام من بره علشان اشيل الدهان بس كان بيتشال بصعوبة فغيرت الاسطوانة الصنفرة وكانت بتشيل افضل بكتير جبت بعد كده علبة حديد كانت عندي وقطعت منها تلق قطع تلق قطع تلقم خمسة سنتر وبدأ تلحم القطع دي في جسم البلونة من تحت وكان عندي حتة خشب ارو فبدأت اقطع منها تلت رجول نفس تخانة علبة الحديد وعليشان الرجول تدخل في الحديد اللي لسه لحمينه كان لازم يشيل سمك الحديد ده من الخشب فلوفيت لازق حاولين الرجول عشان الخشب ما يشلعش وزوضت ارتفاع السلاح بيحس يبقى نفسه سمك الحديد بالزبط اتأكدت انها دخل تمام في الحديد وكررت نفس الكلام في الناحية التانية وقطعت تلق قطع تلق قطع حديد تانيين هركبه في الرجول من تحت بعد كده بدأت بالزاوية اني علم وقطع مكان الفتح اللي من قدام اللي هقلب منها الفحم موسى انفرت بردو مكان القطع عشان ما تعوارش جبت خصة حديد وقطعت منها قطع بزاوية وبدأت اخرمهم وقطعت حيثة اصغر وخرمتهم عشان دول اللي هتعمل منهم اليد اللي هتشال منها الشوية واستخدمت المغناطيس عشان ستبتهم باقاطم ببعض لحد ما لحمهم وصنفرتهم بعد كده بالصاروخ وعملت بجسم الشوية الاخرام اللي هيركبه فيها بمصمار وصامولة جبت حتة عصاية مقشة وقصتها بزاوية قريبة من زاوية اليد وعلمت الناحية التانية وقطعتها واتأكدت ان المقاسة مظبوط وخرمتها وصبتها بمسميل سن صغر جبت مفصلة واخدت العلان بتاعها على الفتحة بتاع الفحم وخرمت مكانه واستخدمت بنسب برشامع لكي نسبتها جبت حتة حديد قديمة وقطعت منها شريحة وراكبت فيها حتة خشبة وسبتتها في مكانها ودي هتبقى المقبض اللي هفتح واقفل بي وعلشان تثبت في مكانها قطعت حتة اصغر وتانيتها وسبتها في الشوية رحت مكان بتاعها دوات مطبخ ولقيت الشبكة المدورة دي فاخدت واحدة من الاثنين وشلت اليد بتاعتها بالصاروخ وعلى حظ الحلو ان مقاسها كان على قد الفتحة بالزبط جبت الغطة اللي احنا فكناها في اول فيديو وقطعت المصورة اللي طلعة منه وركبته تاني في مكانه بالمسامير اللي جاي معاي وقطعت حتة لازق وسددت بيها الفتحة ليه وجبت بيرلايت كان متباقى عندي من مشروع فرن البيتزا وحطيت معاه اسمنت وقلب توم كميس مع بعض وبعد اخدت حطيت مية وقلت توم وحطيت الخليط ده في الشواية بحيس الارضية تكون عالية والفحم ما يكونش بعيد قوي بعد كده اشتغلت على يد بتاعت الغطة عن طريق ان خدت عليهم سمك الخشب وزبعت ارتفاع السلاح على نص سمك الخشب بالزبط وبدأت اقصه واتاكدت انهم دخلوا ببعض مظبوط وقصتهم بعد كده لمقاسهم النهائي وغريت بعد كده الخشبتين ومسكتهم ببعض بكلام وطريقة التعشيق دي اسمها هافلاب او نص على نص جبت مصمار وركبت برغاطة من جوه ومن الناحية الثانية سببته بوردة وصامونة وفكت كل الخشب من الشواية وجبت القطع الحديد وبدأت بتنر امسح كل الاجزاء من اي تراب او شحون موجودة فيهم علشان يبقوا جهزين للدهان وكان عندي الدهان الحراري ده من شركة راستوريوم كنت استخدمته في فيديو الشواية فقلبته كويس وحطيت شوية في مسدس الدهان وبدأت ادهن ومترجم الآن سأكون قطعة الخشب كلها وداهنتون بصبغة زيتية ومترجم الآن سأكون قطع الخشب كلها ودهان توم بصبغة زيتية وكنت بدهم بزيادة شوية وبعد كده شيل الزيادات دي بمنديل جبت المادتين اللازق دول وخلطتهم ببعض وبدأت اسببت قطع الحديث في الخشب وكررت نفس الكلام في الحديث المتثبت في الشوية خدت اليد بتاعة الغطا وعلمت السنتر بتاعها وخرمت ببونت اصغر شوية من المصمار وبدأت اسببتها بالسي اجلو واللازق ده مستو انه يزبط في خلال ثلاث ثواني تقريبا وثبت بعد كده الخشب في مكانه وبكده نكون خلصنا بزراعة اتفاجأت بشكلها بعد ما خلصت وان شكلها كأنها جديدة مع ان زي ما قلت لكم مكلفتش مية وخمسين جنيه خمات وده من احد الاسباب اللي بتخليني احب اعمل مشاريع عادل تدوير لو انت كمان عجبك شكلها ما تنساش تساعدني اوصل لناس اكتر عن طريق انك تعمل لايك وشير ولو على يوتيوب تعمل سبسكرايب وتوصلنا لاول مئة الف مشترك اشتركوا في القناة